تحركت كرات قرعة النسخة الجديدة لدور كرة القدم لتبع حامل اللقب القوة الجوية في قمة مبكرة مع زعيم الأندية الجنوبية الميناء في ملعب المدينة الرياضية في البصرة منتصف الأسبوع المقبل الفائز بالرقم القياسي لألقاب الدور الزوراء سيقابل الوافد الجديد الصناعات الكهربائية والطلب يستضيفه نفط ميسان والبحري مع فريق الحسين والسماوة مع بغداد مباراتنا مع الميناء فيها ستعتبر بفتاح دوري بحث ذاته لما يمتلكوا الفريقان من قاعدة جماهرية كبيرة وملعب محترم ورغبة الجماهير من تكون هكذا مبارات بفتاح الدور نحن طالبنا باتجاهنا الأول أن يحقق النقل للتلفزيون يجب أن يكون حصة أكبر للأندية الرياضية باعتبارها هي صاحبة الفضل في هذا الموضوع وأيضا الشيء الثاني الذي نطالب به أيضا حقوقنا كأندية من الإعلانات مواجهات الجولة الأولى ستجمع الديوانية مع الحدود والكهرباء مع نفط الوسط ونفط الجنوب مع زاخو ويستضيف النجف فريق النفط بينما يشد شرطة الرحالة إلى كربلاء في رحلة ليست بالسهولة المتوقعة مباراة الأولى مع نادي الشرطة نادي الشرطة فريق كبير فريق جماهيري لاعبيننا كل من لاعبين منتخبات وطنية على مستعالي إن شاء الله فريقنا فريق شبابي نظهر بمستوى ليق بالكرة الكربلائية رئيس لجنة المسابقات علي جبار تعهد في مؤتمر إجراء سحب القرعة بعدم تأجيل أي مباراة هذا الموسم وإجراء الجولة بتنظيم مميز بمعدل مباراة واحدة كل أربعة أيام لكنه اعترف بعدم وضوح موقف فريق زاخو من المشاركة في الدوري حتى الآن متمنيا أن تسير البطولة وفق اتجاهات صحيحة لتحقيق النجاح فيها المنتخب الوطني يعني إلى فترة الفيفا دي أطلاقا المنتخبات الأخرى 72 ساعة يتم تفريغ اللاعبين من قبل الأندية يعني سواء أولمبيا أو شباب أو ناشي هنا أن التجهد هذا النادي ما فرغ اللاعب رح اللاعب يتعاقب ثلاثة أدوار وفي حال تكرارها رح تضاعف العقوب عليه ما معناه نحن سائرين في موضوع يشابه العالم لن نختلف أو لن نكون نشاز يعني مثل ما تسير دوريات العالم رح دوريين يسير إن شاء الله لا تأجيل للمباريات في النسخة الجديدة من دوري كرة القدم وعد أطلقته لجنة المسابقات التي قررت إقامة المباريات بمعدل مباراة واحدة كل أربعة أيام عدنا لفتة الحرة بغتر